دافع الرئيس الامريكي باراك اوباما بشدة عن مشروع اصلاح نظام الرعاية الصحية وذلك عشية التصويت عليه في مجلس النواب ونشد اوباما نواب الديمقراطيين تقديم الدعم الكافي لاقرار هذا المشروع النداء الاخير من الرئيس باراك اوباما الى النواب الديمقراطيين الذين لم يحزموا امرهم بعد بشأن مشروع اصلاح نظام الرعاية الصحية نداء سعى اوباما من خلاله الى حشد تأييد بعض الديمقراطيين الذين ما زالوا يعارضون بعض بنود المشروع ومنها ما يتعلق بتمويل عملية الاجهاض هذا مشروع قانون تاريخي لانه مبني على نظام التأميم الخاص الموجود لدينا الان وهو في صلب الفكر السياسي الامريكي لا ينسجم المشروع فقط مع توصيات الديمقراطي توم داشل ولكن ايضا مع توصيات الجمهوري هاورد بكر وهو مشروع منتصف الطريق لمساعدة الامريكيين في فترة من حياتهم يحتاجون فيها للمساعدة بشدة حديث اوباما جاء بعد تأكيد زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بان المجلس سوف يتمكن من تمرير المشروع نحتاج لاغلبية صغيرة لنجعل القانون الجيد متميزا انا مبتهجا كي اعلن ان لدي تعهدا من غالبية كبيرة في مجلس الشيوخ بان تجعل ذلك القانون افضل ويحتاج الديمقراطيون الى 216 صوتا لتمريد مشروع القانون الذي اثار جدلا استمر اكثر من عام ويهدف نظام الرعاية المقترح الى توفير تغطية تأمينية لاكثر من 30 مليون امريكي ويواجه المشروع معارضة قوية من قبل اعضاء الحزب الجمهوري الذين يقولون انه سيدفع الاقتصاد الى مزيد من المديونية وانه لا يتماشى مع مبادئ السوق الحر كان اوباما قد الغى رحلته الى اندونيسيا واستراليا التي كانت مقررة هذا الاسبوع للتركيز على وضع اللمسات النهائية للمشروع حازم الخولي بي بي سي